ترجمة نانسي قنقر ويكيبيديا متذرعة بأن الموقع يتضمن محتويات تزعم وجود علاقة بين أنقرة وجماعات إرهابية بينها داعش وجاء قرار الحجب ليعيد الحديث مرة أخرى عن علاقة تركيا بداعش في ظل تقارير إعلامية تحدثت في عامي 2014 و2015 عن تلقي عناصر في التنظيم العلاج في مستشفيات تركية ففي يناير عام 2015 عقدت جلسة استجواب برلمانية لوزير الداخلية التركي بشأن مدى صحة ما تنقلته وسائل الإعلام حول تلقي أربعة من قيادي داعش في ليبيا العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة باستنبول وهم محمد الفلاح عماد الأيوب أحمد يحيى وسليم بالو وكانت الأسئلة التي وجهت لوزير الداخلية وقتها هو أنه إن ثبتت صحة مثل هذه الأخبار فمن أين دخل الأربعة إلى تركيا وهل الأجهزة الأمنية في بلدانهم كانت تعلم بوجودهم أثناء رحلة العلاج ومن استقبلهم وكم عنصر من داعش عولج في تركيا وقبل ذلك بعام فجر محرم إنجا النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام الجمعية العامة بالبرلمان مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدث عن تلقي القيادي في داعش مازن أبو محمد العلاج بإحدى المستشفيات التركية الحكومية في ولاية هاتاي على الحدود الجنوبية مع سوريا مستعينا بصورة فوتوغرافية للإرهابي وهو الخبر الذي أعيد تناوله في هذه الأيام مع حجب ويكيبيديا لم يكتفي النائب بذلك بل أشار إلى أن مازن أبو محمد كان بين 27 شخصا عولج في مستشفى أنطاكيا العام ومستشفيات خاصة أخرى في المدن الجنوبية يوم السادس عشر من إبريل لعام 2014 ليأتي النفي حينها من مديرية صحة هاتاي لم يمر حجب ويكيبيديا بردا وسلاما على الحكومة التركية حيث أثارت تلك الخطوة الجدل إعلاميا وشعبيا وكتبت صحيفة السوسجو المعارضة على موقعها الإلكتروني خبرا عن ونته لماذا أغلق موقع ويكيبيديا؟ ومتى سيفتح؟ وقالت الصحيفة حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي حول السبب الحقيقي لكن وفق المزاعم فإن القرار جاء بسبب تضمن الموقع مواد تساوي بين تركيا وداعش وأخرى تتهم أنقرة بدعم التنظيم وعلى نهجها سارت صحيفتا ينشفق وستار المقربتان من الحكومة تتساءلان عن موعد رفع الحظر عن الموقع المجاني لتأتي الإجابة في سطور الخبر الذي كتبته استار أخذة عن وزارة الاتصالات والنقل والشؤون البحرية قولها إنه تم تقديم أربعة طلبات للموقع بشأن حذف محتويات تتضمن تشويها ضد تركيا وأخرى تدعي أن أنقرة تنسق مع جماعات إرهابية بينها داعش وأنه في حال وافقت إدارة الموقع على حذف هذه المحتويات فإن السلطات التركية ستتراجع عن قرار إغلاقه ويكيبيديا لم يكن وحده الذي تعرض للحجب داخل تركيا فقد سبقه في التجربة خلال العامين الماضيين تويتر وبعده يوتيوب وبقي فيسبوك مهددا ولكن غير محظور